بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة الرياضيات والتي نقوم بتقديمها لأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد نبدأ على بركة الله بإذن الله تعالى سيكون عنوان حديثنا في هذه الجلسة معرفة مفهوم داخل وخارج يمين يسار وكذلك فوق وتحت الجلسة الأولى نستعرض بعضا منها كيف نقوم بتقديمها كيف نقوم ببيانها كذلك للطلاب وأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد نبدأ على بركة الله في البداية مخطط الدرس لدينا الهدف استعمال المفردات فوق وتحت لوصف مواضع الأشياء بعضها بالنسبة إلى بعض المفردات فوق وتحت المصادر بالإمكان استخدام أقلام رصاص ورق أقلام تلوين اليدويات قطع نماذج أزرار صفات مكعبات متداخلة إذا لدينا العديد من المهارات التي من خلالها استطيع إيصال هذا المعنى فوق وتحت وداخل وخارج قبل ببا جميع هذه المفاهيم نستعرض بإذن الله تعالى في حديثنا في هذه الجلسة والجلسة التي تليها إن شاء الله تعالى نستعرض ونقوم بالتركيز ربما على فوق وتحت وعلى نفس هذه الطريقة نستخدم إيصال هذا المعنى على بقية المهارات الأخرى بقية الصفات الأخرى والمعاني والتصنيفات داخل وخارج وغيره من المهارات نستعرض بعض الأمثلة عليها بإذن الله تعالى من خلال الأشياء المحسوسة والموجودة لديه ولكن عندما أريد تقديمنا كمعلم كولي أمر أريد تدريب ابني على مثل هذه المهارات يجب في البداية أن يكون لدي تخطيط للدرس ما الذي سأقدمه يعني ما هي المهارات التي سيتدرب عليها الطالب ما هي الوسائل التي أحتاجها ما هي المفردات التي سأوصلها من أين لي الأنشطة التي سأقدم من خلالها هذا المفهوم وهذا المعنى له مهم دائما نحن نتحدث عن وجود هذا المحتوى بشكل أسهل وأريح كذلك للمعلم لأولياء الأمور موجود هذا المحتوى بشكل جميل ومبسط ومرتب وخلال عديد من الصور والأنشطة التي توصل المعنى بشكل جميل وشكل محبب من خلال كتاب الرياضيات للصف الأول الابتدائي أجد مثل هذه المهارة التي ندرب أبنائنا من ذوي طراب طيف التوحد عليها موجودة في هذا الكتاب أفضل من أن أرتجل المعلومات وأحاول إحضار ملزمة ومذكرة من المكتبة وإحضار بعض الكتب والبحث في بعض المواقع على الإنترنت عن هذا المفهوم وكيف أقوم بإيصاله لا وجود هذا المحتوى بالإمكان تحميل الكتاب حتى نسخة إلكترونية على موقعين سأجد هذا المحتوى المناسب والجميل والمقدم بشكل جيد بعد ذلك يبقى عليك معلم إيجاد فقط الوسائل هذه الوسائل بالإمكان هي قبل وبعد من الأشياء المتاحة لدي في الصف لدينا طاولة كرسي فوق الكرسي تحت الكرسي المقلمة هناك داخل خارج وغيرها وأحضر بعض الأشياء المختلفة كذلك حتى أثير حماس الطالب ودافعيته نحو التعلم كذلك بشكل أكبر هذه هي الأشياء التي أحتاجها قبل أن أقوم بتقديم الدرس ثم بعد ذلك الأنشطة والتماريز سنشير إليها في الجلسة التي تليها إن شاء الله تعالى هي التي سنقوم بتقديمها بشكل مباشر معه الوقوف في الصف كذلك بالإمكان أطلب إلى الطلاب أن يركبوا المكعبات المتداخلة بعضها فوق بعض وفق تعليماتك لهم وأن يصطفوا عند إنهاء تركيبها وفق تعليماتك فقد تكون التعليمات مثلاً ضع مكعب أزرق تحت مكعب أحمر وهكذا إذن لدينا بالإمكان من خلال المكعبات استطيع إيصال هذا المعنى وإيصال هذا المفهوم له من خلال المكعبات مثلاً أطالبه من خلال هذه المكعبات المتداخلة التي أشرنا إلي أن أطلب منها أن يضع الأصفر فوق البنفسجي على سبيل المثال أن يقوم بوضعها أو أطلب منها أن يضع الأصفر أسفل البنفسجي ومن خلالها هنا أستطعت إيصال هذا المعنى فوق وتحت له يضعها تحت هذا اللون كذلك داخل وخارج بالإمكان هذه العلبة أقوم بإحضار علبة وأطلب منه مثلاً يقوم بوضع هذه القطعة داخل العلبة يقوم بإغلاقها خارج كذلك يقوم بإخراجها كل هذه الوسائل البسيطة المتاحة لدي من خلالها أستطيع إيصال هذا المعنى وهذا المفهوم له ولكن من خلال تسلسل معين لتدريبي للطالب على مثل هذه المهارات جميعاً أستطيع إيصالها من خلال هذه كما ذكرنا دائماً أهمية وجود الأشياء المحسوسة والملموسة التي توصل هذه المعاني التي يقرأها ويستمع إليها بشكل واضح وبشكل بسيط ينمي قدراته ومعارفه هذه الأشياء المحسوسة والملموسة هي التي تجعله يدرك هذه المعاني وهذه المفاهيم التي يستمع إليها بناء المفردات أخبر الطلاب أنهم سيلعبون مثلاً لعبة يقول سليمان واذكر لهم أن سليمان يقول لهم أن يضعوا أيديهم فوق رؤوسهم واشرح لهم أن فوق تعني على أو أعلى أطلب إلى الطلاب أن يضعوا أيديهم تحت ذقونهم وأشرح لهم أن تحت تعني في الأسفل أطلب إلى الطلاب أن يتبعوا تعليمات لعبة سليمان يقول باستعمال فوق وتحت إذن نلاحظ كذلك من خلال الألعاب يستطيع إيصال هذا المعنى إيصال هذا المفهوم له لعبة بسيطة جداً أستطيع بتطبيقها طبعاً مهم أن أستخدم الكلمات المناسبة التي يقومون باستخدامها يعني ربما مع أبنائنا من ذوي طلاطي في التواحد لو قد تطقونهم لن يستطيع معرفة هذا المعنى ولكن أبين له بعض الكلمات التي هو يستطيع مثلاً يضع يدها أسفل أم فيه يضع يدها فوق رأسه كل هذه المهارات البسيطة أو أبين له يعني ما هو عندما أقول ذقن فأني أشير إليه إلى هذا المعنى وأبين له أن يضع يديه هنا ومن خلال ذلك ومن خلال المناقشة من خلال الحديث هو يستطيع ربط هذه المفاهيم بالأشياء المحسوسة والملموسة وكذلك داخل وخارج وغيرها من هذه المفاهيم المواد كذلك بالإمكان أن نستخدم بطاقات ملونة أحضر بطاقات ذات ألوان مختلفة أطلب إلى الطلاب أن يضعوا بطاقة تحت أو فوق بطاقة أخرى ذات لون مختلف أطلب إليهم استعمال المفردتين تحت وفوق للتعبير عن وضع البطاقتين كرر النشاط مع بطاقات أخرى التقديم كذلك بالإمكان أن نستخدم قطع النماذج أعطي كل طالب مجموعة مختلفة من قطع النماذج وصف للطلاب كيفية تكوين نماذج ومجسمات باستعمال قطع النماذج والمفردتين فوق وتحت أحيانا ربما أستطيع حتى إحضار بعض صور للحيوانات أو مجسمات للحيوانات ومن خلالها كذلك أستطيع إيصال المعنى لمفهوم فوق وتحت أستطيع إحضار كيس مثلا وأطلب من الطالب أن يضع بعض الأشياء داخل هذا الكيس وأشياء خارج الكيس شنطة الطالب أطلب منها أن يضع الكتب داخل الشنطة أخرج الكتاب من الشنطة خارج وأبين له الكتاب الذي كان في الداخل هنا داخل الكتاب الذي في الخارج ومن خلال هذه الأشياء الأهم دائما نحن نتحدث وعشرنا إليها في جلسة سابقة في مادة الرياضيات كما لا أخفى عليكم ربطه بالأشياء المحسوسة والملموسة هو الذي سيوصل هذا المعنى وهذا المفهوم له بشكل صحيح وبشكل واضح كل هذه تؤدي إلى إيصال هذا المعنى وإيصال هذا المفهوم له بشكل صحيح وبالطريقة الصحيحة والمناسبة تحقق من الصور التي كونها الطلاب بعد ذلك كرر النشاط بتكوين صور أخرى كذلك لدينا بعد ذلك خطوات التدريس بإذن الله تعالى نستعرض مثل هذه الأنشطة والتي من خلالها أستطيع إيصال هذا المعنى وإيصال هذا المفهوم له بإذن الله تعالى الجانب التطبيقي من هذه الجلسة نشير إليه بإذن الله تعالى في جلستنا القادمة الأهم نلاحظ لدينا هذا هو البناء وهذا هو المخطط وهذا هو المدخل لهذه المهارة حتى من خلال إيصالي مثل هذا المدخل والتقديم لهذا الدرس من خلاله سأستطيع قياس مستوى الطالب ربما من خلال معرفتي بالطالب كان تحليلي أنه يستطيع تحليلي لهذه المهارة خلال شهر سيستطيع الاستيعاب وفهم لهذه المهارة ولكن من خلال العمليات التقديم لهذا الدرس ومن خلال شرحي المثل لفوق وتحت وداخل وخارج وجدت أنه لديه صعوبة هو لا يستطيع فهم فوق وتحت بشكل سهل لا يستطيع الاستيعاب بشكل مباشر لداخل وخارج بشكل سريع إذا لاحظت هذه المشكلة وأتوقع أنه يحتاج إلى وقت أطول ربما أعمل تخطيط كذلك أو تحليل للمهارة بشكل أكبر وأزيد في هذه الخطة التدريسية بشكل أطول حتى يستطيع فهمها وإتقانها بشكل أكبر بإذن الله تعالى بقية الحديث في الجانب العملي لنقل بشكل أكبر من خلال الأنشطة سيكون في حديثنا في الجلسة القادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته